قال عن الفيلسوف الإنجليزي باكون إنني أول من علمت علم الكيمياء للعالم وأطلق علي لقب أبو الكيمياء وقال عن المستشرك الألماني ماكس ماير هوف إن سبب تطور الكيمياء في أوروبا يرجع لي وأكبر دليل على ذلك أن كثير من المصطلحات التي ابتكرتها ما زالت مستعملة في مختلف اللغات الأوروبية أما علم الكيمياء الفرنسي بارتيلو قال عني أن لي في الكيمياء ما لأرستو في المنطق بينما العالم المسلم الشهير أبو بكر الرازي فقال عني بإنني أول رائد للكيمياء وكان دائما ما يشير إلي بلقب الأستاذ فمن أكون؟ اختلفت الآراء حول مكان مولدي فهناك روايات دعت بإنني ولدت في الكوفة ببلاد العراق وهناك روايات أخرى قالت بإنني ولدت في مدينة طوس بخرصان وأيا كان مكان مولدي فلقد ولدت في عام 101 هجرية الموافق 721 ميلادية أما عن نشأتي فكانت نشأة دينية قائمة على التقوى والطاعة كما كنت منعكف على الدراسة وطلب العلم وتتلمزت على يد الإمام جعفر الصادق وكنت متعدد المجالات فجمعت بين الفلك والهندسة والطب والصيدلة لكن المجال الذي برعت به وتفوقت فيه بشكل ملحوظ وأثرت من خلاله على تاريخ الحضارة الإنسانية هو مجال الكيمياء الأمر الذي جعل المؤرخين يلقبونني بعدة ألقاب مثل الأستاذ الكبير وشيخ الكيميائيين المسلمين وأبو الكيمياء وبلغت براعتي وتفوقي في هذا المجال إلى الدرجة التي جعلت علم الكيمياء ينسب لي أما عن إنجازاتي في الكيمياء فكنت أول من استخدمه عمليا في التاريخ فاكتشفت مادة الزئبق وسميتها بهذا الاسم وصنعت الزجاج باستخدام ثاني أكسيد المنجنيز كما أنني ألفت كتاب بعنوان تكوين الكيمياء والذي يعتبر واحد من أهم مصادر الدراسات الكيميائية في التاريخ أما عن وفاتي فلقد توفيت في مدينة الكوفة سنة 197 هجرية الموافق 815 ميلادية عن عمري يناهز 95 عام بعد أن تركت ورائي أكتر من 230 مصنف في مختلف المجالات أثرت في قيادة الفكر العلمي في الشرق والغرب فهل عرفته من أكون؟ اكتب إجابتك تحت في التعليقات وانتظر الإجابة في الحلقة القادمة وساعد على نشر الفيديو في كل مكان وما تنساش عمل إعجاب للفيديو والاشتراك في قناتنا قناة التاريخ الجامع